أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم جميعا في دروس عنوان درسنا لهذا اليوم المتباينات في مثلثين الجزء الثاني للصف الأول ثانوي الفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات إعداد جواهر البلوشي وتقديم معتصم الجهني سنتعلم في درسنا لهذا اليوم إثبات علاقات المثلث في استعمال متباينة SAS وأيضا راح نتعلم إثبات علاقات ولكن باستعمال عكس متباينة SAS نبدأ الآن مع بعض في الفكرة الأولى في هذا الدرس وهي إثبات علاقات المثلث باستعمال متباينة SAS نشوف مع بعض أول سؤال عندنا هذا السؤال يقول اكتب برهانا ذعى مدين المعطيات AB تطابق AD والمطلوب AB أكبر من AD نبدأ الآن بكتابة من البرهان أول خطوة في كتابة البرهان هي البداية بالمعطيات المعطى الأول في هذا السؤال أن AB تطابق AD لاحظ أيضا أن AE هو ظلع مشترك للمثلثين إذن AE تطابق AE وهذا السبب من خاصية الانعكاس الآن لو نلاحظ أن مقياس الزاوية EAB يساوي مقياس زاويتين اللي هما EAD زائدا DAB ممتاز الآن هذا الكلام من مسلمة جمع الزوايا إذن نستطيع أن نقول أن مقياس الزاوية EAB رح يكون أكبر من مقياس الزاوية EAD حسب تعريف المتباينة إذن رح نصل إلى المطلوب أن الضلع EAB أكبر من الضلع EAD حسب متباينة SAS نشوف مع بعض السؤال ثاني المثال يقول اكتب برهانا ذو عمودين المعطيات RQ تطابق ST والمطلوب أن الضلع RS أكبر من TQ نبدأ الآن بكتابة البرهان وأول خطوة هي البداية بالمعطيات المعطى في هذا السؤال أن RQ تطابق ST وهذا السبب معطى في السؤال أيضا QS رح يطابق QS والسبب من خاصية الإنعكاس لاحظ الآن أن الزاوية واحد هي عبارة عن زاوية خارجية للمثلث QTS ممتاز من تعريف الزاوية الخارجية طيب ما الفائدة أني أنا قلت في البرهان أن الزاوية واحد هي عبارة عن زاوية خارجية الفائدة هنا أني أستطيع أن أقول أن مقياس الزاوية واحد أكبر من مقياس الزاوية الثنين طيب كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ وصلت إليها من تعريف الزاوية الخارجية اللي تقول أن الزاوية الخارجية أكبر من قياس الزاويتين الداخلية البعيدة وتعتبر الزاوية اثنين من الزاوية البعيدة إذن مقياس الزاوية واحد أكبر من مقياس الزاوية اثنين إذن راح يكون الضلع الثالث في المثلث الأول RS أكبر من الضلع الثالث في المثلث الثاني TQ وهذا الكلام حسب متباينة SAS نشوف الآن مع بعض الفكرة الثانية في هذا الدرس وهي إثبات علاقات باستعمال عكس متباينة SAS نبدأ مع بعض في المثال الأول هذا المثال يقول اكتب برهانا تسلسليا المعطيات T نقطة منتصف ZX وST تطابق WT وأخيرا في المعطيات أن SZ أكبر من WX المطلوب أن مقياس الزاوية XTR أكبر من مقياس الزاوية ZTY نبدأ الآن بكتابة نركز هنا برهانا تسلسليا أول خطوة نبدأ بالمعطيات المعطي الأول أن T نقطة منتصف الضلع ZX وهذا معطى في السؤال المعطى الثاني أن ST تطابق WT والمعطى الثالث والأخير في هذا السؤال أن SZ أكبر من WX نرجع الآن للمعطى الأول الفائدة من المعطى الأول أن T نقطة منتصف الضلع ZX شوف معايا هنا T نقطة منتصف الضلع من Z إلى X إذن راح تقسمها إلى جزئين متطابقة ZT تطابق TX وهذا الكلام من تعريف نقطة المنتصف الآن راح نقول باستعمال عكس نظرية متباينة SAS إذن راح نصل إلى أن مقياس الزاوية STZ أكبر من مقياس الزاوية WTX الآن نبغى نحدد الزاوية في هذه الرسمة المتقابلة بالرأس المتطابقة لدي زاويتين هما الزاوية ZTS تطابق الزاوية XTR وأيضا الزاوية WTX تطابق الزاوية ZTY الآن بعد ما حددنا الزاوية المتقابلة بالرأس المتطابقة إذن راح نقول مقياس الزاوية STZ يساوي مقياس الزاوية XTR ومقياس الزاوية WTX يساوي مقياس الزاوية ZTY حسب تعريف التطابق إذن بالتعويض راح نصل إلى المطلوب وهو أن مقياس الزاوية XTR أكبر من مقياس الزاوية ZTY نشوف أيضا السؤال الجديد على استعمال عكس متباينة SAS المعطيات في هذا السؤال NK قطعة متوسطة في المثلث JMN والمعطى الثاني في هذا السؤال أن JN أكبر من NM المطلوب هنا أن مقياس الزاوية 1 أكبر من مقياس الزاوية 2 نبدأ الآن بكتابة البرهان أول خطوة في كتابة البرهان ابدأ بالمعطيات المعطى هنا أن NK قطعة متوسطة في المثلث JMN وهذا أول معطى ممتاز من تعريف القطعة المتوسطة الذي يقول أنها تبدأ من إحدى رؤوس المثلث وتنتهي بمن؟ بمنتصف القطعة المقابلة لها رح نكتشف أن K نقطة منتصف من J إلى M وهذا الكلام من تعريف القطعة المتوسطة طيب أيضا رح نستفيد حاجة ثانية أن من J إلى K تطابق من K إلى M حسب تعريف نقطة المنتصف إذن نكمل الآن ونقول KN رح يطابق أيضا KN والسبب من خاصية الإنعكاس ولاحظ هنا لدينا معطى اللي هو JN أكبر من NM ممتاز إذن نستطيع أن نقول أن مقياس الزاوية واحد أكبر من مقياس الزاوية اثنين حسب عكس متباينة SAS تقويم اكتب برهانا ذو عامدين المعطيات YZ تطابق XW والمطلوب XZ أكبر من YW نبدأ الآن مع بعض في البرهان البرهان أول خطوة فيه هي البداية بالمعطيات المعطى هو YZ يطابق XW بعد كده لاحظ أن ZW يطابق ZW وهذه هي خاصية الإنعكاس الآن لاحظ أن الزاوية واحد هي زاوية خارجية للمثلث WYZ وهذا التعريف هو تعريف الزاوية الخارجية إذن الزاوية واحد ويكون مقياسها أكبر من مقياس الزاوية اثنين السبب أن الزاوية واحد زاوية خارجية والزاوية الخارجية أكبر من قياس الزاويتين الداخلية البعيدة إذن مقياس الزاوية واحد زي ما قلنا أكبر من مقياس الزاوية اثنين إذن الضلع الثالث في المثلث الأول رح يكون أكبر من الضلع الثالث في المثلث الثاني إذن ZX رح يكون أكبر من YW وهذا الكلام حسب متباينة SAS تقويم اكتب برهانا ذو عامدين المعطيات AD تطابق CB و DC أقل من AB المطلوب مقياس الزاوية CBD أقل من مقياس الزاوية ADB نبدأ مع بعض الآن بالمعطيات المعطى الأول في هذا السؤال زي ما احنا شايفين هنا أن AD تطابق CB وهذا معطى في السؤال أيضا لاحظ أن من D إلى B يطابق من D إلى B وهذه من خاصية الانعكاس الآن أكتب المعطى الثاني في هذا السؤال أن DC أقل من AB وهو معطى في السؤال الآن حسب متباينة SSS راح نقول أن مقياس الزاوية CBD أقل من مقياس الزاوية ADB ماذا تعلمنا من درسنا لهذا اليوم؟ تعلمنا كيف نثبت علاقات المثلث باستعمال متباينة SAS وأيضا تعلمنا إثبات علاقات ولكن هنا باستعمال حكس متباينة SAS وبكذا يكون تهينا من درسنا لهذا اليوم أتمنى أكون وفقت في تقديم هذا الدرس وتكون فكرته وضحت لكم جميعا ونشوفكم إن شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته